الورقة ده انا لقيته من امام المسجد فطلب مني قلت له الكلام المكتوب فوقه كلام سمع لكن التحديد ده الخطأ فده دليل على ده فانا قلت ان شاء الله لا لا واسه القى من هنا دليل عشان ارده له شنو قال الورقة ده دي اساس قال الطريقة القادرية على يد ابين الشيخ عبدالله ابن الشيخ احمد الريح ابن الشيخ عبدالباقي ده هو المكتش ولا ما الصورة دي ازلك طيبة طيب فقال عنده اسكار هنا قال اول حاجة الباقيات الصالحات سبحان الله تلاتة وتلاتين مرة والحمد لله تلاتة وتلاتين مرة والله اكبر تلاتة وتلاتين مرة وتتم المية بي الله اكبر كبيرة والحمد الله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة الى اخر اول حاجة دبر الصلوات شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ازلك طيبة انما النبي عليه الصلاة والسلام اننا دبر الصلوات على المكتوبة نقول سبحان الله كم مرة تلاتة وتلاتين والحمد لله تلاتة وتلاتين والله اكبر تلات ونختم تمام المية لا إله إلا الله مش زي ما هو قال الله أكبر كبير والحمد لله كزير لا نختم تمام المية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير بعد ذلك قال تقول استغفر الله مئتين مرة جرد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله واصحابه مئتين مرة جرد ولا إله إلا الله جرد مئتين مرة الله 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 مئتين مرة جرد ده كله باطل. يا جماعة الازكار توغيفية زول ما بينجر من راسه. الازكار اما من القرآن واما من شنة جماعة? السنة. اذا جزكر محدد بعدد بعدد تقول نفس العدد. اذا جزكر مطلق قال لك بس قول كتر منه تكتر منه. وما تمشي تحدده برضو باشنو? بعدد. فما اطلق انت تطلق وتبقيه طوالي ماشي. وجبه عدد تعملوا قدر العدد. كذلك الصفة زاتة. غير العدد الصفة زاتة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام. بين انو الانسان اذا اراد ان يأكل يقول بسم الله. في الرجل جلس مع عبدالله ابن عمر بن الخطاب. فاخدت الاكل. اول ما خدت الاكل قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فعبدالله ابن عمر نهر. نهر. قال لما هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف ما عنده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ملاي معه أمر عظيم لكن ده ما محل إنه لو قربوا الأكل تصلي على الرسول إنما لو خدتوا الأكل ودارت أكل تقول شنو بسم الله فكل شي عندما كانوا الآن لو زال سجد في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد زول قال معناته أنا قريب لأي الله الشديد في السجود وأنا الآن ساجد ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين قرى إلى آخر الآيات جرى سورة البغرة كلها قال لأني أنا قريب من ربنا شديد صح ولا خطأ فعله خطأ طيب ما قرأنا جماعة وسورة البغرة كمان أيوة لكن ما محل هنا في السجود عرفتك كيف فإذا الآن فهمنا إنه مش نحن بننكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بننكر قول لا إله إلا الله ولا بننكر قول سبحان الله ولكن كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم خطأوا لنا في مكان معين وخطأ لنا بالصفة معينة يعني مثلا البراء بن عازب قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأيديه من الأيام وقال لي إذا أتيت مطجعك در تنوم فتوضأ وضوءك للصلاة وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك وجهت بروايات الزكر ده في البخاري وغيره وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته قال لي إذا قلت كده عند النوم قال لي أجعل آخر حاجة تقولي يعني بعدها تاني ما تتكلم ولا تقول لي الزكر بعدها تجعل آخر زكر وآخر كلام نوم طوالي بعدها قال لي فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة يعني تمشي الجنة وإن أصبحت أصبت أجراء يبقى الزكر ده زكر شنو يا جماعة عظيم قال فقلت أستذكرهن يعني أعيد للنبي صلى الله عليه أسميه عليه عشان يصلحني له وقتاته فقال الزكر من البداية لحد ما وصل آمنت بكتابك الذي أنزلته وبرسولك الذي أرسلته قال لي تغير شنو نبيك نبيك هو قال شنو برسولك مفروض كان يقول بنبيك طيب نبيك ورسولك مع إنه درية الرسالة أعلى كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا قل كما أمرتك وبنبيك الذي أرسلت ده بورينا أن الصفة ذاتة بتاعته الزكر لابد تكون كالصفة التي جاءت في الكتاب والسنة شاكد لما نزلت الآية أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا أمر الصحابة بشيئين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبالسلام عليه حاجتين قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي سألوا من شنو من الكيفية من الصفة لو كان يزول بنجر من رأسه ما كان سألوا من يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ديالة صوفية ديالة بنجر من رأسه وأول نجرة قبل الأسكار ديزاتة الطريقة ديزات وزرق طيبة وعنده طريقة يسمى القادرية وداك عنده طريقة يسمى التجانية وداك شنو ما بعرف المكاشفية وداك الختمية دي أول نجرة باطلة ما عنده علاقة بالدين لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده طريقة يسمى المكاشفية ولا كان عنده طريقة يسمى التجانية ولا أحد من الصحابة لا أبكر الصديق لا عمر لا عثمان لا علي رضي الله عن الجميع واحد فيهم ما كان عنده طريقة ولا الأئمة الأربعة واحد فيهم ما عمله طريقة صوفية فده شغل بتاع دجل وكلام فاضي وبدع وضلالات شكذا بعد ذلكم بيجيبوا بدع تاني وضلالات وأعظم من البدع عندهم شركيات وكفريات ما كانت عند أبي جهل ولا كانت عند أبي لهب ولا عند المشركين الأوائل كلهم أشركوا في الربوبية وأشركوا في الأسماء والصفات وأشركوا في الألوهية واستغاثوا بغير الله عز وجل ودعوا غير الله في الرخاء وفي الشدة وده ما كان بالصورة دي عند المشركين الأوائل وذلك كلام باطل ما عنده أساس من الصحة طيب هنا في واحد سؤال سؤال قال كثير من الناس إذا رزقه الله البنات يزعل نرجو توجيه نصح لهم وكلمة عن فضل البنات النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي بشيء من البنات فأدبهن حتى يكمرن وزوج لهن كن له حجابا من النار قالت امرأة واثنتان قال واثنتان فرأى بعض القوم لو قالوا واحدة لا قال واحدة وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات حديث صحيح صحيح الألباني رحمه الله فالبنات قال المؤنسات الغاليات شاكد البت دائما تلقى حنينة على أبوها على أمها لكن الولد في الغالب تلقى يطلع فوق الحيطة وفي اكتوبة من فوق وكذا في الغالب لكن البت تلقى حنينة وتترسل لأبوها وتترسل لأمها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات لو في مداخلة مباشرة فضل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة